موسيقى عضو مجلس القيادة طارق صالح يطلع على جهود ووضاع السلطة المحلية في الوازعية موسيقى رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الاول للجنة الفنية للتعامل مع التطورات السياسية والاقتصادية الطارية موسيقى محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية يشهد أن حفل تخرج الدفعة الثامنة استجداد بلواء النخبة بالمكلة موسيقى حضرموت تؤب فقيد الوطن الهام العسكرية والأمنية والإدارية اللواء الروكن سالم المنهالي موسيقى اجتماع للجنة التحضيرية للمليونية التضامنية مع النخبة يعبر عن رفضه لقرارات السلطة المحلية الحزبية موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا وسهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة عادة ومن عنوينها إلى التفاصيل اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صال على جهود وأوضاع السلطة المحلية بمديرية الوازعية بمحافظة تعز والدور الذي تطلع به في تقديم الخدمات للمواطنين واستمع عضو مجلس القيادة من مدير المديري أحمد الضرافي إلى شرح مفصل عن مجمل الأوضاع في المديرية في مختلف المجالات مطلعا على دراسات أولية عدتها السلطة المحلية لعدد من المشاريع في قطاعات المياه والتربية والطرقات تمهيدا لتقديمها إلى الجهات الداعمة والمؤسسات المانحة للحصول على التمويل اللازم كما أكد طارق صالح اهتمامه بالمديرية ودعمه للجهود التي تبدلها قيادة المديرية لتطبيع الخدمات فيها شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ ماربة سلطان العرادة عرضا رمزيا للوحدات الأمنية بمحافظة ماربة بمناسبة تتشين العام التدريبي بحضوره رئيس هيئة الأركان العام الفريق ركن صغير بن عزيزة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وخلال الفاعلية أشار العرادة إلى أن التطور الملحوظ في أداء أجزة الشرطة والوحدات الأمنية يعكس حجم الجهود المبدولة من كافة منتسبي تلك الوحدات في سبيل تحصين الأداء والارتقاب بالعمل الأمنية معربا عن تطلعه إلى أن يكون العام الجارية حافلا بالعطاء والعمل الجادة والتحديث والتطوير المستمر أجرى رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اتصالا هاتفيا بأسرة الشخصية السياسية البارزة الدكتور قاسم سلام الشرجبية الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال المخلص لمبادئ النظام الجمهورية ورفعة وطنه وشعبه وتقدمه وأقدم رئيس الوزراء خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه وإلى كافة آل الشرجبية وجميع جملائه ورفاق دربه دعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الاجتماع الأول للجنة الفنية للتعامل مع التطورات السياسية والاقتصادية الطارية حيث وجرى مناقشة مهام اللجنة المشكلة برياس التمين عام مجلس الوزراء وأولويات عملها بما في ذلك متابعة وتنسيق إجراءة التعاطي مع يعادة تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية بما يضمن عدم تأثر النشاط التجاري والعمل الإغاثي والإنسانية واستعرض الاجتماع الدور الذي يمكن أن تطلع به اللجنة الفنية في تنسيق الإجراءات بين الوزارات والجهات المعلية بما يودي لتكامل العمل وتوحيد الجهود لتعزيز فعلية الأداء والتنفيذ للقرارات المتخدة وأحث رئيس الوزراء رئيس وأعضاء اللجنة على التنسيق في جمع المعلومات ويعداد السياسات والإجراءات المطلوبة مع كافة مؤسسات الدولة التقى وزير الخارجية وشون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك اليوم القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن كورتوف وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقة الثلائية بين البلدين الصديقين والتطورات في اليمن والمنطقة وأفق العملية السياسية على ضغط تلك التطورات والجهود التي تبذلها روسيا للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار وأهمية التنسيق المشترك لتحقيق السلام في اليمن شارك وزير الزراعة والريوة الثروة السمكية اللواء سالم السقطري في اجتماع موسع للوقوف أمام مخرجات مشروع نظم معلومات الأمن الغذائية والتغذية في اليمن المنعقد في العاصمة الأردنية عمان وشاد الوزير السقطري بمخرجات المشروع خلال السنوات الماضية في تقديم المعلومات والاستشارات الهدفة لدعم متخذي القرار في اليمن مؤكدا أن هذا التصنيم مكن الحكومة من تحديد الفئات المستهدفة للمساعدات الإنسانية الطارية الغذائية والتغذوية واقتيار المناطق المستهدفة للمشاريع التنموية المستدامة على أسس موضوعية ومقاييس عادلة كما تطرق الوزير السقطري إلى حجم المعاناة والصدمات التي يعاني منها الشعب اليمنية جراء الصراع الذي طال أهمده التقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري بمكتبه السيد نائب الممثل المقيم لليونسف في اليمن الذي نقش معه جملة من القضايا المتعلقة ببرامج ومشاريع المنظمة ضمن خطة عامل جارية وأكد الوزير خلال اللقاء على عمق الشراكة بين الوزارة واليونسف مشهدا بالتنسيق المستمر في مختلف المجالات كما دعت زعوري اليونسف إلى مرحلة جديدة من تبني مشاريع مستدامة لإحداث نقلة تنموية نوعية مونويا أن العاصمة عدن مهيئة تماما من الناحية الأمنية واللوجستية لإيجاد عمل حقيقي لمنظمات الأمم المتحدة ترأس وكل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية لواء الدكتور قائد عاطف صالح في العاصمة عدن اجتماعا موسعا لقيادة الوزارة ضم عدد من مديري العموم بالوزارة ووقف الاجتماع أمام مسير عمل القطاعات والإدارات المختلفة في الوزارة وجار خلال الاجتماع الوقوف أمام خطط وبرامج القطاعات والإدارة العامة التابعة لها للعمل الجارية وكذا مناقش التقييم مستوى الأداء خلال الفترة الماضية وأبرز الصعوبات والمعالجات المناسبة لها كما اطلع اللواء عاطف من مديري العموم للتقارير المقدمة للفترة الماضية ومستوى إنجاز تلك المهام والأعمال بما يساهم في تحسين مستوى أداء الوزارة استقبل وزير الدولة محافظة العاصمة عدن احمد لملس الدكتور نبيل العون رئيس جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية والوفد المرافق له ورحب لملس في مستهل اللقاء بالعون ومرافقية الذين قدموا إلى العاصمة عدن للوقوف على مستوى إنجاز العمال التي تنفذها جمعية السلام الكويتية في مدينة البريقة ومناقشة عدد من المشاريع المستقبلية ومثمنا الدعم المقدم من الأشقة في دولة الكويت لبلادنا بشكل عام والعاصمة عدن بشكل خاص أكد وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد لملس على أهمية تطوير أداء دارة محو الأمية وتعليم الكبار تعليميا وتدريبيا في مجالات الخياط والنقش وغيرها من المهام الحياتية جاء ذلك خلال لقائه مدير عام دارة محو الأمية وتعليم الكبار بعد عصام المقبل لمناقشة ملف المتعاقدين وخطة الإدارة للعام الجاري وثمن مدير عام دارة محو الأمية وتعليم الكبار دعم السلطة المحلية بعد لإدارة محو الأمية وتعليم الكبار التي تضملت إضافة أربعين متعاقدا وفي سياق منفصل تأفقد وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس ومعه مديرا مكتبية الأشغال العامة والطرق بعدن المهندس وليد الصراري وصندوق النظاف والتحسين قائد راشدة سير العمل في كورنيس الشهيد جعفر بمدرية خور مكسر وشلالات العقبة بمدرية المعلة مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بتأهيل وصيانة المتنفسات والحذائق لما لها من أهمية لدى الأسرة والمجتمع شهد محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوط مبارك بن ماضي وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن طالب سعيد بار الجاشة بلواء النخبة الحضرمية بالمكلة حفل تخرج الدفعة الثامنة استجداد المزيد في هذا التقرير حفل لتخرج الدفعة الثامنة استجداد بلواء النخبة الحضرمية بالمكلة شهده محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ مبخوط مبارك بن ماضي وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بار الجاش قدمت فيه مجموعات من الجنود المستجدين عرض رياضيا تضمن تمرينات رياضية أساسية ومبتكرة وتمرينات اللياقة البدنية ورياضات الدفاع عن النفس المحافظ بالماضي أثناء خلال الحفل على ما قدمه مستجدي هذه الدفعة من تدريبات مكثفة جعل منها رافدا لقوات النخبة المشهود لها بالانضباط والقدرة القتالية العالية مهنيا خريجين وداعيا بأن يكونوا مثالا في الانضباط وتنفيذ المهام في الوحدات التي سينخرطون فيها والتحلي بالضبط والربط العسكري في نفس الوقت نشيج بالدور الإيجابي والكبير الذي لعبته قيادة المنطقة العسكرية الثانية من حيث التقيد بالخطط العسكرية وبرامج التدريب القتالي الأمر الذي جعل من قوات النبغة الخضرمية تغلو قوات النظامية مسلحة متمكنة ومتمرسة على فنون القتال واكتسابها للروح المعنوية العالية عكست دون شك مدى الحب والوفاء الذي تمنته عليه النخبة بكافة تشكيلاتها وصنوفها واستعدادها التام للحفاظ على وحدة وسيادة وتراب حضرموت وسكينة أبنائها رئيس شعبة التدريب العميد ناصر الديباني وقائد لواء النخبة الحضرمي العقيد سالم النموري أعربوا عن الاعتزاز بتخرج هذه الدفعة من ميدان العزة والكرمة ميدان الفصل الذي منه انطلقت جميع الملاحم والبطولات بعد تحرير ساحل حضرموت ومنها معركة تحرير المسيمي والقبضة الحديدية والجبال السود مشيرين إلى أن هذه الدفعة تم تدريبها على مختلف العلوم العسكرية والمهارات القتالية والانضباط العسكري ومختلف أنواع الأسلحة يتشكل رافدا ودماء جديدة للمؤسسة العسكرية وقوة جهزة لتنفيذ وتحمل جميع المهام والواجبات الوطنية الجسيمة منتسب الدفعة قدموا خلال الحفل عرضا عسكريا يأتي استمرارا للمسيرة الرائدة ولقوات النخبة الحضرمية أظهر القدرات العسكرية والجاهزية العالية للجنود في صون حضرموت والوطن وحماية مكتسباته ومؤكدين بأن قوات النخبة الحضرمية صمام أمان حضرموت ودرعها الحصين وخط دفاعها الأول وإن جنودها سيقفون بالمصار في وجه المخربين والداعين للفتنة والفرقة ومجددين العهد والولاء لله تعالغ ثم للقيادة السياسية واللجنة الأمنية بالمحافظة نظمت السلطة المحلية بحضرموت بمدينة المكلفة علية تأبين لفقيد الوطن الشخصية العسكرية والأمنية والإدارية اللوار كونسالم سعيد المنهالي وكل المحافظة الأسبق لشؤون الوادي والصحراء رحمه الله بمناسبة مرور عام على رحيله تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي فعالية تأبينية بالمكلة لفقيد الوطن الشخصية العسكرية والأمنية والإدارية اللواء الركن سالم سعيد المنهالي وكيل المحافظة الأسبق لشؤون الوادي والصحراء رحمه الله بمناسبة مرور عام على رحيله بحضور المحافظ مبخوت بن ماضي وسفير بلادنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة المهندس فهد المنهالي وأعضاء مجلس النواب والشورى وعدد من قيادات الدولة والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية من مختلف مديريات المحافظة وزملاء الفقيدي وأسرته المحافظ بن ماضي ألقى خلال الفعالية كلمة أكد فيها بأن حضر موت خسرت برحيل اللواء المنهالي رجلا استثنائيا قضى معظم حياته في قدمة حضر موت والوطن مشيرا إلى حرص الفقيد على أن تظل حضر موت في مأوى عن شر المجابهات وعمله الدؤوب على جمع الكلمات والحفاظ على الأمن والاستقرار ولا زالت قلوبنا وجلة كلها حزن وألم على فراجه الفقيد مثل ما نعرف قضى معظم حياته في خدمة حضر موت وأبنائها والوطن عموما لقد كان واحدا من الذين نفتخر بهم فهو من رواد حضر موت اتسمت حياته بالإقدام والإخلاص والتفاني في خدمة حضر موت أكان على المستوى العسكري أو الأمني أو الإداري الحفل كذلك ألقيت فيه العديد من الكلمات منها كلمة إدارة الأمن والشرطة بساحل حضر موت واللجنة التحضيرية وأسرة الفقيد ألقاها نجله الشيخ سعيد المنهالي أعربوا فيها عن الحزن لرحيل القائد المناضل والهامة العسكرية والأمنية والإدارية اللواء الركن سالم سعيد المنهالي مستعرضين مسيرة حياته الحافلة بالكثير من البذل والعضاء والعمل الذي سيظل محل تقديرا واحترام لكل أبناء وطنه ومجتمعه الفعالية جرى فيها توزيع كتاب يحاكي سيرة حياة الفقيد في السلك العسكري والأمني والإداري حمل عنوان صدق الوفاء ونبل العطاء وعرض فيلم المصور لأبرز محطات حياته من إنتاج لجنة التأبين وقصائد رثائية وضع محافظ حضرموت مبخوط بن ماضي بمدينة بويش بمدرية المكلة حجر الأساس لمباني جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع حضرموت وستمع المحافظ لمكونات تصاميم المشروع التي فنذها مستشار الجامعة المهندس محمد العمودي موضحا أن المرحلة الأولى لكلية الطب تتكون من أربع دوار تجمل قاعد دراسية وقاعد متعددة الأغراض ومعامل طبية ومكاتب لأعضاهية التدريس وعيادات والستيديو رسم لبرنامج الهندسة المعمارية ومستوصف صحي لتقديم خدمة مجتمعية لابناء المنطقة ويشمل مشروع الجامعة بشكل متكامل لإنشاء ثلاث كليات حرم الجامعة بكلفة إجمالية خمسة ملايين ونصف المليون دولار ودشن المحافظ بجامعة العلوم التكنولوجيا بالمقلة معمل الأسنان الذي يحتوي على خمسة وعشرين كرسية مع معمل تقيم على شعة بلغت كلفته مئتي ألف دولار الحقيقة أن المباني التي هي قيدة التنفيذ تنم على بناء مؤسسي لهذه الجامعة التي نتمنى استمرارها حضرموت بيئة جاذبة لمثل هذه المنشآت تفاني كبير من قادة الجامعة بشكل عام أتمنى لهم التوفيق التقى وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري بمندوبين عن المزارعين وجمعية الفلاحة الحضرمية وبحث اللقاء المشكلات التي تواجه المزارعين منها ارتفاع سعار المشتقات النفطية ومنع دخول الأسمد الزراعية وزحف العمران على الأراضي الزراعية وما تتعرض له حمولة المزارعين من تقطع من قبل النقاط القفالية بمنطقة الخشعة والحلول المقترحة لتجاوز هذه المشكلات كما تطرق اللقاء إلى الآليات المقترحة لتصدير المزروعات من حضرموت لتحقيق جودة معروفة لها في بلدان الاستيراد وكفاية حاجة السوق المحلي منها عقد المكتب التنفيذي بمدرية مدينة المكلة اجتماعه الدوري برياسة المدير العام للمديرية العميد عبدالله بيعشوت وكرس الاجتماع لمناقشة التقرير المرفوع من قبل لدارة المحلية العامة بالمديرية والمتضمن خلاصة عن مستوى تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثمارية لسلطة المحلية بالمديرية للعامة المنصرمة والتي شاملت مستوى التنفيذ المادي للمشاريع وبيان باجمالي المشاريع الداخل بالخطة المستكملة والجاري العمل بها والمشاريع التي لم يتم فيها اي اجراء خلال العام الماضي بالاضافة الى بيان بمستوى التنفيذ المالي للمشاريع هذا وتم في الاجتماع التطرق الى مناقشة تقرير ختامي للعامة المنصرمة على مستوى تحصيل موارد السلطة المحلية بشقيها المحلي والمشترك واهم المتابعات لإدارة رقابة تحصيل الموارد بالمديرية حضر مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضر موت الأستاذ من بعبادة جانبا من الدورة التدريبية حول تعزيز مهارات الخصائيين الاجتماعيين بالمدارس في حماية الأطفال من اللساء والاستغلال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالمكلة وفي مفتتح الدورة التي تستمر يومين وتستهدف 25 كادر تربويا من مديرية المكلة أشهد المدير بعباد بالشراكة الفاعلة والإيجابية مع منظمة اليونسوف التي استهدفت وتستهدف الغطاع التربوي والتعليمية بحزم من التدخلات مشيرا إلى أن هذه الورشة النوعية يجز من تلك البرامج الموجهة للتلاميذ والطلاب وتحل مشاكلهم داخل حرم مدارسهم وثانوياتهم أكد أمين بعباد مدير مكتب بزارة التربية والتعليم بحضر متساحل أن مسيرة العطاء التربوي والتعليمي تتواصل بوتيرة عالية في مجمل النشاطات والبرامج التربوية والتعليمية على مستوى المحافظة والمديريات وقال بعباد خلال ترأسه اجتماعا ضم اللجان المتخصصة في مسابقات أولمبياد الرياضة المدرسية كل رسالة مناغشة التحضيرات النهائية لانطلاق هذه الأولمبياد قال إن الإنجازات يوما عن يوم تتحقق بفضل الرعاية الكريمة التي يوليها محافظ حضر موت الاغطاع التربوي والتعليمي بشتى المجالات مشيرا إلى أهمية الرياضة المدرسية وأثارها على التلاميذ والطلاب من خلال سقل مواهبهم وقدراتهم البدنية والفنية إلى العاب الرياضية المتنوية دشنا فادي باعوم عضو هيئة المجلس الانتغالي الجنوبي العمل بنقل ملفات الفساد للنايب العام وبحضور عدد من أعضاء اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لمكافحة الفساد وفي الاجتماع تم الاتفاق على تدشين نقل ملفات الفساد المكتملة للنايب العام للنظر فيها ومن أبرز تلك الملفات غضيتان ضد شركة مصافي عدن ووزارة الصحة والسكان حيث استكملت اللجان مهمها في فحص الوثاق والتدقيق فيها من قبل المختصين لرفعها إلى النايب العام للبث فيها وفي سياق متصل تم تشكيل لجنة لتسليم الوثاق إلى النايب العام خلال الأيام القادمة ومتابعة وتحريك قضايا الفساد عقدة الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضراموت بالمكلة لقاء موسع مع أعضاء المحافظة في الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين وكرس اللقاء الذي رأسه رئيس الهيئة العميد روكنا سعيد المحمدي لمناقشة التحضيرات والاستعدادات لتنفيذ المليونية التضامنية مع قوة النخبة الحضرامية وأكد اللقاء أهمية التحضير الجيد للمليونية وإطلاع الجماهير على حقيقة الموقف وخطورة المؤامرات التي تتعرض لها قوات النخبة مبينا أن مهمة الدفاع عن النخبة تقع على عاتق الجميع مطالبا السلطة المحلية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف مشرف التصدي للمؤامرات واستنفار كوادرها ومضفيها للمشاركة في المليونية كما حذر اللقاء من الاستهانة والتغاضي عن محاولات ومساعي بعض الجهاد بإدخال قوات إلى ساحل حضراموت لمشاركة النخبة الحضرامية في مهامها الأمنية استعرضت اللجنة التحضيرية للمليونية التضامنية مع قوات النخبة الحضرامية والأمن في ساحل حضراموت في اجتماعها الذي عقدته برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بحضراموت رئيس اللجنة العميد روكن سعيد المحمدي المهام والتكلفات المنجزة من قبل لجانها الفرعية واستمع عضاء اللجنة إلى تقارير من رؤساء اللجان الفرعية عن سيرة التحضيرات والمهام المنجزة وتطرق المحمدي في كلمته إلى الأوضاع العام للمحافظة وانفراد قيادة السلطة المحلية باتخاذ القرارات وفقا للأهواء الشخصية والحزبية معبرا عن رفط انتقال حضراموت بصفته شريك في السلطان لهذا النهج الذي يتنافى مع العمل المؤسسي وتمكين ذوي الاختصاص ويكرس المحسوبية والعشوائية والفساد الذي يناضي شعبنا للتخلص منها وصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية في المحافظات المحررة في ظل صمت مطبق من الحكومة والبنك المركزي اليمني وبحسب أسعار بحلات الصرافة تجاوز الريال السعودي 430 في ظل عجز الحكومة وغيابها عن العاصمة عدنة وكانت نقابة الصرافين الجنوبيين حذرت في بيان صادر عنها من استمرار انهيار الريال اليمنية وحملت البنك المركزي مسؤولية ما يحدث وقالت إن سياسة البنك جزء من مشكلة انهيار الريال اليمني استعرض المهندس معين الماس رئيس مجلس الإدارة العامة لصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة عدنة خلال اجتماعه بمستشار رئيس مجلس الإدارة الأخنبي للحيات ملامح الخطة المقبلة لتطوير العمل المؤسسي الخاص بالصندوق ونقش الاجتماع جملة من المواضيع حول مبادئ الخطة ووضع الرؤية المستقلية والرسالة وصياغة الاهداف الاستراتيجية التي سيقوم فريق عمل الصندوق على تحقيقها وتحقيق الرؤى والتطلعات لعمليات التطوير في المرحلة القادمة لخدمة المجتمع وعبر رئيس مجلس الإدارة عن سعادته بالنشاط الاستثنائي الذي يقدمه فريق العمل من طواقم المهندسين والموظفين والعاملين تفقد المهندس معين الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق واليسور المركز الرئيسي بالعاصمة عدن أعمال الصيانة لشوارع الضالع الداخلية وطاف الماس في جولته التفقدي على مجموعة الطرق المستهدفة بالتمويلة الإضافية من البنك الدولي في المحافظة منها يعد التهيل شارع دار الحيد وشارع الجمارك وطريق الحود مطلعا على مستويات الإنجاز في المشاريع المستهدفة كما استمع من القائمين على المشاريع هناك لشرح مفصل عن سير الأعمال وفق الخطط المعدة وكذا باقي الأعمال الجارية ضمن مراحل التنفيذ للمشاريع قام المهندس معين الماس رئيس مجلس الإدارة العامة لصندوق صيانة الطرق بالنزول الميدانية إلى محافظة لحجر تفقد الأعمال في مشروع صيانة الشارع الرئيسية والخلفين لمدينة الحبيلين بمديرية ردفان وتفقد المهندس الماس الأعمال النهائية في مشروع صيانة شارع مدينة الحبلين الرئيسي والخلفية مطلعا كذلك على الأعمال الفنية المتواصلة لتحسين للشارع الحيوية حيث طلع الماس على أعمال تركيب بلاط الرصيف لإنترلوكا للجزر الوسطية وأعمال اطلاع عقب تنفيذ أعمال السفلة للطريق أشهد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في اجتماعه الدوري الذي عقده برياسة أمير عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد ربو هشلة بالصمودة البطولية لأبطال ألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة المرابطة في بيحانة في التصدي الحازم لمحاولات ميليسيا الحوثي الانقلابية للتسلل إلى النطاق الجغرافي للمحافظة خلال الأيام الماضية وأكد هشلة وقوف قيادة المحافظة وكل أبنائها إلى جانب أبطال ألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة وتقديم الدعم وتسهيلات اللازمة لها حتى تتمكن من القيام بواجبها الوطنية في إفشال كل محاولات التسلل الحوثية لأراضي المحافظة واطلع أعضاء المكتب التنفيذي من وكيل المحافظة المساعد لشؤون المديريات الشمالية الغربية محمد الفاطمي على الوضع الميداني للعمليات الحربية في بيحان والانتصارات الكبيرة التي تحققت في مواجهة محاولات التسلل التي قامت بها ميليسيا الحوثي المدعومة من إيران في بعض مواقع المواجهة دشنا بمحور الغيضة بمحافظة المهرة المرحلة الأولى من العام التدريبي والقتال والإعداد المعنوي للعام الجاري وفي التدشين أشاد الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر بالدور الكبير لقيادة محور الغيضة وكافة الإجزاء الأمنية والعسكرية في تثبيت دعايم الأمن والاستغرار في المحافظة مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على تقديم كافة وجهة الدعم للوحدات العسكرية والأمنية لما من شأنه تعزيز الأمن والاستغرار في كافة المديريات فيما استعرض قائد محور الغيضة جملة النجاحات التي حققتها الوحدات العسكرية في مختلف العمليات القتالية والدفاعية التقى الأمير العام للمجلس المحلي بمحافظة المهر سالم نيمر بخبراء من منظمة الفاوة لمناقشة الترتيبات لتنفيذ مشروع جي اي اف لدعم المزارعين والصيادين وتربية المواشف مدرية حوف ويستهدف المشروع مدرية حوف لاستدامة سبل العيش في المناطق الريفية يستفيد منه المزارعين والصيادين والثروة الحيوانية والعابلين في قطاع الزراعة والاسماك ويعمل الوفد على مسوحات ميدانية واللقاءات مع الجهة المعنية بهدف تقييم الاحتياجات والزيادة الانتاجية في القطاعات المستهدفة انتزع مشروع مركز الملك سلمان للغاثة والعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام 733 لغما خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير الجهري في مختلف المحافظات زرعتها الميليسيات الحوثية الإرهابية وأوضح المركز في بيان صحفي بأن الألغام المنزوعة منها لغمين مضادين للأفراد و126 لغما مضادا للدبابات و620 ذخيرة غير منفجرة ليرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر يناير إلى 3514 لغما مشيرا أن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسامة حتى الآن بلغت 430 ألف و323 لغما زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ثلاثة زوارق اقتربت من سفينة تجارية قرب اليمن وضافت الهيئة في مذكرة استشارية أن الفريق الأمني بالسفينة أطلق طلقة تحذيرية لردع الزوارق وأن السفينة توجهت بعدها بسلام إلى أقرام ميناء وفي وقت سابق طلقت الهيئة البريطانية تقريرا عن اقتراب 6 زوارق صغيرة من سفينة تجارية على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة المخاء الهمنية وإلى فلسطين المحتلة حيث أعلنت مصادر طبية عن ارتفاع صيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26751 شهيد أغلبيتهم من النساء والأطفال في اليوم السادس عشر بعد المياه وأوضحت المصادر ذاتها أن عدد المصابين ارتفع جراء العدوان المتواصلة نحو 65636 مصابة فيما لا يزال أكثر من ثمانية آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات حيث تمنع قوات الاحتلال وصول التواقم الإسعاف إليهم مشاهدين الكرام يليكم تذكير بأبرز ما جاء في نشرة من هنبا عضو مجلس القيادة طارق صالح يطلع على جهود وأوضاع السلطة المحلية في الوازعية رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الأول للجنة الفنية للتعامل مع التطورات السياسية والاقتصادية الطارية محافظ حضرموت وأقايد المنطقة العسكرية الثانية يشهد أن حفل تخرج الدفعة الثامنة استجداد بلواء النخبة بالمكلة حضرموت أب فقيد الوطن الهام العسكرية والأمنية والإدارية اللواء الروكن سالما من هالي اجتماع للجنة التحضيرية للمليونية التضامنية مع النخبة يعبر عن رفضه لقرارات السلطة المحلية الحزبية مشاهدي للكرام بوصلنا وإياكم لأختي من نشرتنا شكرا لطيف المتابعة ولمزيد من التفاصيل تابعون على مواقع التواصل الاجتماعية دمتم بحفظ الله ورعايته وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة